أهلا بكم في مقرر الكيمية الكهربية كام 233 نواصل في الوحدة 11 وهي التوصيل الإلكتروليتي ذكرنا في دروس سابقة أن نظرية أرهنيا ستفكك الإلكتروليتي تتكون من خمسة فرود لكن ما هي الحقائق التي فسرتها هذه النظرية؟ فسرت عددا من الظواهر أولا سبب توصيل الإلكتروليتات للتيار بخلافة لا إلكتروليتات وذلك لأن أرهنياس أول من قال أن الإلكتروليتات تتفكك لتعطي أيونات وأن هذه الأيونات هي سبب توصيل التيار الكهربي ولذلك لا إلكتروليتات لا توصل التيار الكهربي لأنها لا تنتج أيونات أيضا هذه النظرية فسرت أن بعض محاليل الإلكتوريتات ذات الأيون المشترك تظهر خواصا كيميائية مشتركة مثل الهايدروكسيدات والأحماض وذلك لأن لها أيون مشترك أو متشابه لذلك تظهر خواص متشابهة أيضا فسرت هذه النظرية أنه عند خلط محالي الأملاح مثل ملحي كبريتات البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم يحتمل تكوين أربعة أنواع من الأملاح الممكنة عند تبخير الماء وذلك لأن هذه الأملاح تتأين فتعطي أيونات البوتاسيوم والكبريتات الصوديوم والكلوريد وتتفاعل هذه الأيونات مع بعضها البعض لتنتج أربعة أملاح هذا هو الملح الأول كبريتات البوتاسيوم والملح الثاني هو كلوريد البوتاسيوم الملح الثالث هو كلوريد الصوديوم والملح الآخير هو كبريتات الصوديوم إذن عند خلط محالي الملحين فقط نتحصل على أربعة أملاح ونجحت نظرية أرهينيس وتفسير هذه الظاهرة أيضا أرجع أرهينيس التغير في التوصيل المولاري بتغير التركيز إلى حدوث تغير في عدد الآيونات الناتجة من الإلكتروليد حيث أن درجة التأيون تزداد بزيادة التخفيف واعتبر أرهينيس أن النسبة بين التوصيل المولاري إلى التوصيل المولاري عند التخفيف اللانهائي دائما تساوي درجة التأيون ألفا بهذا ننهي المحاضرة ونلتقي في دروس لاحقة لشرح مقرر الكيمي الكهربية 233